بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وأقول حلقات برنامجكم دراك كارد يا رب البرنامج يعجبكم ونخلص فيه جميع الأدوية اللي موجودة في وطننا العربي بشرح مبسط وسهل وبسيط ومختصر جدا إن شاء الله النهاردة قول حلقتنا سيكون مع الكارت الأول والكارت الأول سيكون اسمه دواء الألدوميت زي ما كتير مننا عارف أن دواء الألدوميت بيحتوي على مادة فعالة اسمها نيسايل دوبا والميسايل دوبا ديت بتتبع مجموعة اسمها ألفا تو أدرينيرجيك أجونيس أنا اللي همني يا جماعة الدو دا بيستخدم فيه بيستخدم في علاج مرض الضغط في الهايبر تينشن أي نعم ما بناشى نشوفه كتير في الوصفات نتيجة إن فيه أدوية أحسن وأكفأ منه لكن يظل المسايل الدوبا والألدوميت هو خط العلاج الأول للحوامل للضغط عند الحوامل لإن آمن عليهم وعلى أطفالهم ويستخدم أيضا في الهايبر تينسيف كرايسيز والهايبر تينسيف كرايسيز دي هي ارتفاع شديد في ضغط الدم بيتعدل 180 على 110 أو 180 على 120 وعندي منها حالتين إما هايبر تينشن امرجنسي هو الارتفاع الشديد ده مصاح بأورجن دامج يعني مثلا كيدني فيلير أو مشكلة في القلب أو نزيف في المخ ودي بدأ تطلب التدخل السريع ونزل الضغط سريعاً أو عندي نوع آخر اللي هو الهايبر تينشن ايرجنسي اللي هو ارتفاع شديد بدون أورجن دامج ودي مش مستعجل على علاج الحالة ممكن أنزل الضغط في خلال يومين تلاته نجي بقى بعد كده للاستخدام الثالث للمسايل دوبا أو الالدوميت وهو بيستخدم في الطايب وان دايابيتس طايب وان دايابيتس آه بس مش في العلاج ولكن في البريفنشن وفي حالة ندرة جداً لذلك أنا بسميه أورفان دراج يعني أورفان دراج يعني دواء بيستخدم لحالة ندرة لا تتعدى حدوثها واحد لكل 20000 واحد طيب ايه الاستخدام بتاعه زي ما احنا عارفين ان طايب وان احياناً بينشأ بسبب هجوم الخلايا بتاعة الجسم على البيتاسيل لتكسرها فما يطلعش انسولين الهجوم ده احياناً بينتج نتيجة انتجن معين اسمه دي كيو ايت طب ايه رأيك لو انا عملت الالدوميت او المسايل دوبا ده يتحد مع الانتجن ده فما يهاجمش على الخلايا دي فده يخلي ان ظهور مرض الطايب وان دايابيتس ده يتأخر عند المريض هو هيظهر بس هيظهر متأخر تعالوا بقى نشوف الادبرس ري اكشنز بتاعة الدواء ده زي ما احنا شايفين في الصورة بيعمل دراوزنس وسيديشن بينايم الشخص ولكن الامانة العرض ده بيكون في البداية فقط وبيقل بعد كده العرض الجانبي التاني بيعمل حالة اسمها أورسو استاتيك هايبو تنشن يعني ايه؟ يعني الشخص لما يبقى قاعد كده ويجي يقوم فجأة يحس بدوار وضخه ويحس ان عايز يقع العرض الجانبي التالت اسمه جينيكو ماستيا اندهايبربرولاكتينيميا يعني بيكبر حجم السديين عند الرجال حجم الصدر بتاحهم مش بس كده ده كمان بيزود من اضرار اللبن سواء عند السيدات او حتى كمان الرجال لكن ما انضخمش من العرض ده العرض ده نادر الحدوث اخر حاجة بقى هنجي لمسائل الدواء ده في السوق المصري يعني ايه مسيل يعني نفس المادة الفعالة لكن شركة تانية اما البديد ده حاجة مختلفة نجي بقى المسائل الفا دوبا ابي دوبا واخيرا الكادو مت اي سؤال انا تحت امركم اكتب سؤالك في كومنت وان شاء الله هرد عليه فاسرع وقت متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم يا شباب اللايك والشير للفيديو وتقدر تتابع كل جديد على قناتي على قناة اليوتيوب باسم حازم مونير محمد وكمان تقدر تتابعني عن طريق صفحتي على الفيسبوك باسم دكتور حازم محمد الصفحة الرسمية في النهاية احب اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته